في ولاية تير الزمور عن مقتل ثلاثة منقبين موريتانيين مساء أمس الأحد حين كانوا نقبون عن الذهب في المنطقة العزلة بالصحراء وأكد موقع صحراء ميديا من المنقبين الموريتانيين تعرضوا للقصف من شهة مجهولة حين كانوا في منطقة قليب الفلات غير بعيد من الجدار الرملي العازل وأضاف الموقع أن جذبين القتلى نقلوا نحو مدينة زولات عصمة ولاية تير الزمور وسبق أن حذرت شركة معاد الموريتان للمنقبين ونظمت حمالات للتوعية بخطرة التنقيب غير الشرعي وخاصة خارج الحدود